خطا ثابتة تسير بها الدولة نحو بناء الإنسان من خلال تحسين صحة المواطن بإطلاق مبادرات صحية تسهم في الاتقاء بالصحة العامة للمواطنين ويأتي إطلاق مبادرة مئة يوم صحة كاستكمال لمسيرة النجاح الذي حققته مبادرة مئة مليون صحة انطلقت مبادرة مئة يوم صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل الصحي خلال مدة زمنية مدتها مئة يوم مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطوبة لجميع الفئات المستهدفة وتأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لجميع المواطنين مبادرة مئة يوم صحة جاءت تحت شعار انزل وكشف الطم من كل مكان في مصر حيث تستهدف مئة وخمسة ملايين مواطن في سبع وعشرين محافظة هذا وتشمل مبادرة جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية التي تشمل التطايمات واللقاحات وخدمات الصحة الإنجابية إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي كما تضم المبادرة أكثر من خمسمائة قافلة وخمسة آلاف وحدة رعاية أساسية وسبعمائة مستشفى على مستوى الجمهورية حيث تنتشر في الأماكن الحيوية والوحدات الصحية والعيادات والقواف المتنقلة مبادرة مئة يوم صحة تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة علاوة على توفير ست سيارات متنقلة لتقديم خدمة المامورام وخدمات صحة المرأة في التوعية بالفحص الذاتي للثاب بالإضافة لتوفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي التي تعتبر الأولى من نوعها في أفريقيا وثلاث سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية مع توفير قرارات العلاق على نفقة الدولة